أيوة يا بيت بقولك حسن سحب رجالته ومشي وحسن كمان خرج وراه يوه طب قفلي دلوقتي قفلي هكلمك سلام سلام عامل ايه نعينا؟ كوي سيختي الحمد لله أهلا وسهلا مش هتقولي لي تفضلي؟ نحن حتى عيلة واحدة لا عيلة واحدة ده ايه أنا خلاص نفطت ايدي منكم من زمان وإذا كان حسن بقى بعثك تقولي كلمتين قولهم يلا وخلاصي لا أنا حسن ما بعثنيش ولا حاجة أنا جايلك من نفسي أصلك وحشتين يا نعيمة ما تشفيش وحش يا دلعادي مالك ما تبصلي كده ليه؟ ليه؟ أميني وبينك علشان تماوتي لابني يا نعيمة وليلي يا نعيمة؟ أعمالك إيه عبد الله؟ ده أنت بأنك الجننتي خالص يا عيني البرج اللي فاضل طار خلاص اتها بالتي بقولك إيه حبيبتي خدي بعدك بقى وتوكلي على الله يلا الحسن أنا مش فاضية بس أنا مش هطلع من هنا يا نعيمة عارفة ليه؟ مش هطلع جروان هو يقدر وحك روح مني يا أختي اللي هتخديه؟ بقولك إيه؟ شكلك كده فعلاً الجننتي تكونش زينب هي اللي قالتلك الكلمتين دول عشان تبعدتهم عن نفسها يروح يشوفي مين اللي عمل فيك اللي عاملة السودة دي وخدي حقك منه لا أنت يا نعيمة والخوف أنا شايفة في عينيكي خوف إيه؟ انت تجننتي ولا إيه؟ هقولك أنت خفتي على ابنك فكت ابني ريتارة هنا مش كده؟ اسمعي ما تجيبش سيرة ابني على لسانك وإلا والله العظيمة كوم مع التعاكي بسناني هو ده اللي أنا عايز أسمعه كنت عايزة تنتقمي من كريمة بعد اللي عملته فيكي تقومي تعملي إيه؟ تموت يحفيدها تكسري قلبها عليه مش كده؟ والوادي عنهم محاس بيض غريبة فدلي عاية تسكتي إزاي بقى يا نعيمة؟ تكتمي نفسه عشان ما حادش يسمعك ولا يشوفك لا ده أنت خلاص تجننتي خالص لا أنا متجننتش وأنت لسه مشوفتش جنان ده أنا هخليك تندمي عاليوم اللي دخلتي في البيتك كبير عارف يا نعيمة أنا هعمل فيك إيه؟ أنا هموتك وهيخد روحك وهيقطعك حتت وبعدها هيخد روح ابنك هموتك بشين أين هموتك 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 افتاحي باب افتاحي ما دل ماكسر عليك الباب بتعملي كده لي ريتاء افتاحي بقولك انا معتلتش ابنك شوفي مين اللي هاتل ابنك طالما خايفة كده يا نعيمة يبقى انت اللي عملتها بقولك معتلتش ابنك هعدالك عالباب يا نعيمة ومش خالد مين اللي قالك ان انا عملت كده اكيد ريم ريمك كدبه اللي عايزة تخلص مني زي ما حسن عايز يخلص من عزام افتاحي يا ريتاء تلقى افتاحي المينة هالو بوليس النجدة في واحدة هنا بتهددني عازة تقتلني ايه العنوان يا نعيمة ملك في ايه ريتاء جات للبيت وهددتني وكانت عاوزة تقتلني فكلمت البوليس يا فندم انا المحامية شاهد عبدالله عبدالجوات اهلا وسهلا ايه اللي حصل يا ريتاء ايه اللي حصل يا فندم ريتاء المتهمة انها تهجمت على مادام نعيمة في فيتها وكانت عايزة تموتها مش صحيح وبعدين انا ايه اللي بيني وبيني عشان اتهجم عليها وبقى عايزة موتها يعني مادام نعيمة بتتهمك كده زور اكيد يا فندم زور لحيناك ما تعرفوش ان مادام نعيمة تبقى امراض المرحوم عامي عبدالحاكم عبدالجوات ومخلفة منه ولد اسمه كريم ده صحيح الكلام ده ايوة يا حضرت الزابط بس يعني بس ايه يا مادام نعيمة يا فندم مادام نعيمة مش عايزة ابن عمينا يعرفنا عشان متجاوزة من الاستاذ عصاوي واخت ريتاءل كانت راح تتكلم معها بس مش تهددها يعني ولا حاجة يعني ايه تنبهني يعني مش فهم يا مادام نعيمة انت عارفة ان حسن ومروان مش هسيب اخوهم يتربى بعيد عنهم يا فندم انا هكون صريحة معاك عام اللي ارحمه وصى مروانه حسن على اخوهم الصغير وحضرتك عارف الوصية عند الصعيدة عاملة ازاي لازم تتنفذ واكيد مش هسيبه الولد الصغير يتربى بعيد عنهم وريتاءل كانت خايفة عليهم ليبقى ليهم اي رد فعلي على نعيمة وحسن ووصها لو ما جابتش الولد من نعيمة مش هيسيبها الكلام ده مش صحيح يا فندم ريتاءل كانت خايفة على جوزها ليبقى ليه اي رد فعلي مش محسوب وبعدين تقابوا ابنها اللي راح وابنها اللي جاي كمان انا بقى ما كنتش عايزة تنزل عن المحض لو ما كانش ده حصل كان هيحصل بلاوي تانية ايه خايف من حسن ولا من عالة عبدالحكيم اخص وانا اللي كنت فاكرا ان الناس كلها فران تحت رجليك فيها حاجات كتير اللي تغيرت حاجات زي ايه بقى اللي تغيرت يا رد تفاهمني كده عشان اعرف اخري ايه اخرك اللي حيقوله عليه وبعدين انا كلمت الراجل الكبير وقال اللي يقدر على التاني يخلص عليه اه وانت طبعا ما تقدرش على حاجة ولازم تروح تقدم فروض التعوى الولاء قلتاني بقى كده ايوا بقى بقى كده على حقيقتك وبقى انا على اصلك انا كنت فاكراك دكر يا اخويا جزت رقبت بادري وتجوزتاني غصبانية وبالعافية بقى لك ايه او اتكون فاكر ان انا تجوزتك عشان سواد عيونك لا يا حبيبي انا تجوزتك عشان كنت فاكرا ان انت راجل قوي وتقدر تحميني والناس كلها تحت جزماتك انما بالعربي كده اطلعت خيخة ايه الطريقة البيئة دي بقى لك ايه انا مش مستغنية عن روحي ايوا مش مستغنية عن روحك هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اسأله لك هو ايه الكلام اللي قالته رتال واحنا ماشيين في الاسم قالت ايه قالت انها مش هتسيب طار ابنها وان زي ما انت قتلت ابنها هتحط رقابتك تحت رجلها مجنونة وبتخرف لا مجنونة ولا بتخرف هو انت قتلت ابنها وقتل ليه يعني انا مفيش حاجة وحشة بيني وبين رتال دي عشان قتل ابنها وبعد انت عايز صغيرة قتله ليه يعني يا نعينة اللي اسمع رتال دي مش هتسيبك انا شفت دفعنيها قولي اللي حقيقة عشان اقدر قف جنبك وسعتك قولي لي صرحيني ما كانش قصدي والله انا بس كت عاوزة سكته انما ما كانش قصدي اموته اه انت سكت ازاي يعني بعد الليلة الرهيبة اللي قضيتها في القبر دي الليلة اللي محتش يتقها ولا يتحملها خرجته وانا كل انتقام كنت عاوزة انتقم منهم وحرق قلبه وقلت اخطف الواد وانا باخده قادي يسوت ويسرخ حطت ايدي على بقه بس علشان اسكته عشان ما يعملش فضيحة لكن نفسه كتم ومات بس والله العظيم وحيت ابني عندي انا لا كنت اصدقتله ولا كنت عاوزة موته اه يعني انت اللي قتلت الواد طب يا عيمة الحقيقة انت كنت تحدي غالي عند قوي بس بعد اللي قلتي من شوية علي هنا كان صعب قوي وانا اللي كنت فاكر انك واقفة جنبي وانك تحت طوعي انما اتضح ان انت محتجاني علشان احميك واحمي ابنك بس للأسف بقى يا عيمة انت هتخرج من هنا على صراية حسن وهو بالمرة بقى اصف الأمور اللي بني وبينه واشي الهالة جميلة طبعاً مانا سلمته اللي قتلت ابنه والمرة اخلص منك بقى انا عامل فيها ذكر انا شيش يا بيئة لا لا انا والله العظيم كنت مقامل كلام كده كلام نسوان متألف وقت زعلي اخويا مو انا استغنى عنك كلام نسوان نسوان يا بيئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة